كنت عاملين زي؟ أنا كنت حد آخر اللحظة حاسس إنه المطش هيتلعب عكيد طبعاً يمكن أنا يمكن مبارح يعني كان عندي المعلومة إن فيه قعدة تاني يوم ما كانش المعلومة دي منتشرة قوي يعني وما كانش حد يعرفها عادة الوزير وإساني أحمد دياب مع كابتن حسين لبيب فقلت وبناء على القعدة دي الأمور هتتحلوا الأمور هتخلص وإن المطش هيتلعب عادي والنهاردة كمان من متابعتنا للموقف وإحنا طبعاً دمتش القمة وكل مصر متابعة الدنيا فيها إيه وكل عايز يعرف إن الزمالك هيلعب إلزا مالك مش هيروح إلزا مالك رايح عملت التليفون بأحد اللعيبة بل قال إن فيه معسكر خلاص على جروب الواتس إن فيه معسكر والأمور اتغيرت بعد الساعة خمسة بعد اجتماع مجلس الإدارة إن بعد ما مشي الكابتر حسين من عند الوزير وعند الوزير أشرف الصبح طبعاً ومع الدكتور ناب أحمد دياب وحصل قعدة بتاعت اجتماع مجلس الإدارة حصل تغيير كل وجزء في الموقف خد بالك يا كريم عشان برضو نتكلم ونفتح الحوار بنا وبن بعضينا يعني أنا مش معا أني الزمالك ملعبش بس مش معا اللي بيحصل في الكرة في مصر لأن اللي بيحصل في الكرة في مصر عبس بكل ما تحمله الكلمة بمعنى إنت مش عارف مين بيلعب مين إمتى وليه وإزاي تحكيم يبقى الحكم غلطان ومصر كلها بتقول إن الحكم غلطان وتاني يوم رئيس لجنة الحكام يطلع يقولك أنا بد السقة للحكام